اشتركوا في القناة رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية رحمه الله حيث قدم جلالته التعازية والمواساة الى انجال الفقيد اصحاب المعالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن خالد الخليفة والشيخ خالد بن عبدالله بن خالد الخليفة والشيخ ابراهيم بن عبدالله بن خالد الخليفة والى احفاد الفقيد ودويه سائلا المولى العلي القدير يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته كما استقبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مبعوث سمو أمير دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر لمبارك الصباح يرافقه معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح المستشار بالديوان الأميري ومعالي الشيخ فهد سعد العبدالله السالم الصباح المستشار بالديوان الأميري ومعالي الشيخ خالد البدر لمحمد الأحمد الصباح ومعالي الشيخ محمد عبدالله لمبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري حيث نقل إلى جلالته تعازية ومواساة أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ولي العهد وسمو الشيخ جابر لمبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وتعازية شعب دولة الكويت الشقيق بوفاة سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن علي الخليفة رحمه الله وقد أعرب جلالة الملك المفدى أيده الله عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة على مشاعره لأخوية الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين كما تقبل جلالة الملك المفدى تعازية ومواساة أفراد العائلة الملكة الكريمة وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ورجال السلك الدبلوماسي والمواطنين واستذكر جلالة الملك المفدى رعاه الله بهذه المناسبة مناقب الفقيد الراحل والجهود الكبيرة التي قام بها في خدمة وطنه وشعبه والتي ترك من خلالها بصمات تاريخية ومآثر طيبة أكسبته حب الجميع وجعلت منه شخصية إسلامية شاميخة ورمزا وطنيا رائدا وأشاد جلالته بالدور الذي اطلع به سموه في إنشاء إدارة الشؤون الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وتطوير عمل المحاكم الشرعية والمدنية والأوقاف وجميع ما يتعلق بالبحث والدعوة والإرشاد من خلال ترأسه للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية وأكد جلالته أن سيرة الفقيد الحافلة بالخير والعطاء والعمل الحسن ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن باعتباره أحد رجالات البحرين الذين أسهموا في تعزيز نهضتها الحضارية الشاملة من جانبهم أعرب أنجال الفقيد عن خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة رعاه الله على مشاعر جلالته الطيبة النبيلة بتقديم التعازي في وفاة فقيدهم دعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة ويديمه عزا وذخرا وسندا وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء ترجمة نانسي قنقر